مبادرة برلمانية لتوقيع عريضة تطالب بمراجعة الدستور بحيث يلغى تحديد المأموريات من المادة السادسة والعشرين وتلغى الفقرة الآخرة من المادة التاسعة والتسعين والتي تمنع مراجعة المادة المحددة لمأموريات الرئيس بواحدة قابلة لتجديد مرة واحدة وسط تباين للآراء بين الموالات والمعارضة الموقف الرسمي لأحزاب اتحاد قوى العغلبية جاء رافضا المساس بالدستور من أي طرف ومؤكدا أن مصلحة موريتانيا في هذا الظرف تقتضي احترامه مع اعتباره المطالبة بفتح المأموريات حرية رأي أي مظهر من مظاهر يخالف الدستور ويخالف دولة القانون ومفهوم المواطنة احنا ضده سوية التواهرات اللي تخلق بسم ولايات أو شرايح أو فئات أو طواهيب وإي شيء مص المؤسسات الدستورية في البلد احنا ما احترام الدستور والرئيس نفسه معاه ويطالب به وبالتالي على كل حال كل حال اللي عنده الحق في طالب أي مظرب يا غير بعد مصلحة البلد داركي قال الرئيس اللي احترام الدستور وإحترام التناوب السلمي وسليس شاء الله أما المعارضة فترى أن القانون ينص على معاقبة دعاة ما تصفه بالانقلاب على الدستور وهو الوصف الذي تطلقه على الدعوة لفتح المموريات ولا تستبعد محاكمة أصحاب تلك الدعوات أمام محكمة الجنايات الدولية كما يقول المحامي والوزير السابق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني القضاء الموريتاني اللي النصوص صريحة في ذا المجال أن أي انقلاب وي تغيير النظام الدستوري للبلد أنه ملاه يعتبر جريمة ضد الدولة أمن الدولة والعقوبات المستحقة أقل الشيء يتمشي إلى الأعمال الشاقة مدى من الزمن مع عقوبات أخطر من ذلك يغلقاء يقدم مقاضيين مولي أمام محكمة العدد الدولية وظهر الحديث عن فتح ماموريات الرئيس مع عدد من الوزراء الحاليين والسابقين في حكومات الرئيس محمد العبد العزيز بالتزامن مع حوار 2016 بيد أن الرئيس ظل يؤكد عدم نيته الترشح وقال العبد العزيز لوسيلة إعلام فرنسية إن الدستور يمنعه من الترشح حاليا لكنه لا يمنعه من الترشح في المستقبل ورغم ذلك ظلت أصوات في الأغلبية تنادي بفتح المأموريات فبعد تعليق ملصقات تدعو للمأمورية الثالثة على أعمدة الكهرباء ظهرت مبادرات باسم ولايات الداخل تحمل ذات الشعارات ثم المبادرة البرلمانية الأخيرة بالتوقيع على عريضة مطالبة بتعديل الجزء المتعلق بالمأموريات من الدستور